اشتركوا في القناة السلام على علي بن حسين السلام على ولاد الحسين السلام على صحاب الحسين نعزي الأمة الإسلامية جمعا وعلى رأسها مراجع الدين العظام ونعزي المؤمني نكاف بهذا المصاب الجلل فاجعة استشهاد إمامنا الحسين عليه السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون المعزين لأهل البيت بهذا المصاب الذي صدع قلوبهم وصدع قلوب محبيهم ومتبعيهم ومن والهم وشايعهم لا شك ولا ريب أخوتي لابد من أن نقف على موقف كبير جدا هذا الموقف لابد أن يكون لنا في الواقع تفسر وإرشاد وهداية وهذا الموقف يتعلق بأن القوم عندما زحفوا باتجاه مخيم الحسين عليه السلام عشية العاشر محرم الحرام أو عصرة السعاء وجاءت العقيلة زينب وأخبرت الحسين بذلك أقف بهذا الحدث مع تفاصيله فقال العباس يا أخي أتاك القوم فنهض ثم قال يا عباس اركب نفسي يا أخي أنت حتى تلقاهم وتقول لهم ما بأ لكم وما بدا لكم وتسألهم عما جاء بهم ثم أن العباس المولى عباس عليه السلام سألهم ذلك طبعا وقد ذهب معه زهير بن القين ذهب معه نحن عشرين من فارسا منهم زهير بن القين وحبيب مظاهر فسألهم فقالوا قد جاء أمر الأمير أن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكم أو ناجزكم ثم قال فلا تعجلوا حتى رجع الأبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم رجع الأبي عبد الله وأخبرهم بما الذي جاء بهم فلما أخبروا العباس بقولهم قال الله أرجع إليهم أنا هنا الشهاد مهم جدا الذي يريد أن أخبر عليه كلام الأمام حسين عليه السلام أرجع إليهم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة أي إلى الصباح وتدفعهم عننا العشيع الليلة لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره فيعلم أني كنت أحب الصلاة له وثلاثة كتابه وكثرة الدعاء وللصفار أخوة العزاء لاحظوا طلب يطلب منهم تأخير الأمر إلى الصباح ويمهلوه فقط هذه العشية من أجل ماذا؟ من أجل هذا الطلب الذي يريد الإمام الحسين عليه السلام يقول لأنه يريد أن يصلي لأنه يحب الصلاة ولذلك أخوة العزاء هذا درس كبير جدا وموقف كبير جدا نستلمون وقعة الطف بين لابد أن يكون في حياتنا وفي طاعة الله سبحانه وتعالى أداء لهذه العبادة الكبيرة وهي الصلاة والتي حقيقة واحدة من فروع الدين التي يجب أن نوديها وأن لا يكون لدينا تسامح وحقيقة كلامي بالخصوص المؤمن كافة وبالخصوص إلى عزتنا الشباب أولادنا أخوتنا أقول لهم أولادي عليكم بالصلاة هذا إمامك الحسين عليه السلام وبوسط هذا الجو من السلاح والتهيئة للقتال وبين الرماح وبين السيوف وبين الخيل هذا الجو في الواقع لعله لا يصمد أمامه أحد ولكن نجد أن إمام الحسين عليه السلام صمد يعني صمد بأجزة هذا الابتلاء وصبر على هذا الابتلاء ومن معه العباس عليها والعباس عليه السلام وبقية الصحابة الأجلة الذين كانوا معه وكذلك صبرت النساء على هذا الموقع خصوصا العقيلة طهر زينب فلابد أن يكون حقيقة لدينا اهتمام كبير لا بد أن يكون لدينا عزم همه بأن نهتم بصلاتنا ونهتم بحكام صلاتنا ولا بد أن يكون نقطع الوقت المخصص للصلاة فقط ولا يدخل بهذا الوقت أي عمل آخر وإنما نخصصه للصلاة لأداء هذا الواجب الذي حافظ عليه إمام الحسين عليه السلام وهو في هذا الموضع وبخضم هذه يعني التهيئة لهذه المعركة الكبيرة وقاعة الطف وفي الوقت أنا ودت أن أقف في نهاية المطاف على العقيلة الطاهرة عقيلة الطالبين سيدتنا زينب عليه السلام وما الذي أخبر الحسين عليه السلام عنه ما هي جلالة هذه السيدة ومكانتها في تبليغ الحكام الشرعية طبعا من بداية كما ينص على ذلك السيد عبدالرزاق المقرن في كتاب المقتل الحسين عليه السلام قال علي بن الحسين عليه السلام سمعت أبي فيها في الليلة التي يقتل في صبيحتها يقول وهو يصلح سيفه يا دهر أف لك من خليلي كم لك بالإشراق والأصيل من صاحب وطالب قتيل والدهر لا يقنع من البديل وإنما الأمر إلي الجليل وكل حي سالك سبيلي يقول فعدها مرتين أو ثلاثا ففهمتها وعرفت ما أراد وخنقتني العبرة ولزلد السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل الحسين على نفسه بأبي وأمي وأما هنا هنا الحقيقة ما أريد أن أوصله إليكم وأما عمتي زينب لما سمعت ذلك وثبت تجر أذيال ثيابها حتى انتهت إليه وقالت واثك لا ليت الموت أعدمني الحياة اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن ويا خليفة الماضي وثمال الباقي فعزال حسين الصبر وفيما قال يا أخته التفتوا هي الأخوة بدقة لأواصال حسين لأختي زينب عليه السلام وهو إمام زمانه يا أخته تعزي بعزاء الله وعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وكل شيء هالك إلا وجهه ولي ولكل مسلم ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة فقالت عليه السلام أفداغصب نفسك اغتصابا فذاك أقرح لقلبي وأشد على نفسي وبكت النسوة معها ولطمنا الخدودة وصاحت أم كلثوم ومحمده وعليه وإمامه وحسينه وضيعتنا بعدك فقال الحسين يا أخته يا أم كلثوم يا فاطمة يا رباب أنظرنا إذا قلت لته فلا تشققنا علي جيبا ولا تخمشنا وجها ولا تقلنا هجرا ثم أن الحسين عليه السلام أوصى أخته الزينب بأخذ الأحكام لاحظ وصايا الحسين عليه السلام إمام زماني ماذا يوصي زينب هذا في الواقع يورزنا مكان الزينب وما هو موقعها من الحسين عليه السلام وما هو موقعه الذي يوصيه في تبريد الأحكام من خلال عقيلة زينب عليه السلام فثم أن الحسين عليه السلام أوصى أخته زينب بأخذ الأحكام من علي بن الحسين ويلقاها إلى الشيعة سترا يقول نزيم عليه السلام يوصيها بأخذ الأحكام شرعا ويلقاها إلى الشيعة سترا طبعا هناك باعتبار أحداث كبيرة حصلت بعد واقعات الطف وهناك حقيقة جو سادة من الرعب والخوف بعد مقتل حسين عليه السلام بحيث أن أي شخص يرفع قيارته ويقتله بنؤمية حتى لو كان إمام زينب عليه السلام ولذلك زينب عليه السلام كانت هي الواسطة هي الواسطة بين إمام زمانها علي بن الحسين عليه السلام وبين الشيعة لاحظوا أخوتي مكان الزينب عليه السلام العظيمة فأعيد وصية إمام الحسين عليه السلام لزينب عليه السلام ثم أن الحسين أوصى أخته زينب يأخذ الأحكام من علي بن الحسين ويلقى إلى الشيعة سترا عليه على إمام زمانينا زينب عليه السلام وبذلك يحدث أحمد بن راهيم قال دخلت على حكيمة بنت محمد بن علي رضا أخت أبي الحسين العسكري سنة مئتان واثنين واثمان من هجرة بالمدينة وكلمتها من وراء حجاب وسألتها عن دينها فسمت من تأتم بهم وقالت فلان بن الحسن قلت معينة أو خبرا قالت خبر عن أبي محمد كتب به إلى أمه قلت لها اقتدي بمن وصيته إلى أمره قالت اقتداء أبي الحسين بن علي من أبي طالب فأنه أوصى لأختي زينب في الظاهر فكان ما يخرج من علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب سترا للحفار علي أمام زمان علي بن الحسين عليه السلام فكان ما يخرج من علي بن الحسين من علم ينسب إلى زينب سترا على علي بن الحسين عليه السلام ثم قالت أنكم قوم أخبار أما رويتهم أن التاسعة من مد الحسين يقسم ميراثه في الحياة إكمال الدين لشيخ الصدوق طبعا في الواقع أنا أقف عند هذه النقطة وأقف عند مكان زينب عليه السلام وهذه السيدة الجليلة الطاهرة التي وقفت هذا الموقف وهذه المكانة في الواقع لتبليغ الأحكام الإلهية نيابة عن إمام زمانها للظروف التي حاطت بإمام زينب عليه السلام بعد مقتل أبيه طبعا هذه السيدة الجليلة الطاهرة لم تبقى بعد وقاعة الطف إلى سنة واحدة وكان تبلغ الأحكام وتعقد مجالس العزاء على أخيها الحسين عليه السلام وتبث ظلمته والظلم البشع الذي وقع عليه ثم أن والي المدينة أرسل إلى يزيد عليه العوان الله وقال له إن كان لك شم بالمدينة فأخر الزينب منها وفعلا أقدم يزيد بن معاوي على أخراج الزينب عليه السلام من المدينة باعتبار خطورة ومكان الزينب وما كان تبثه ضد الأموين فعلا أخرجها ونفيت هذه السيدة الجليلة الطاهرة إلى الشام وكان في الشام وفاتها فإنا لله وإنا إليه راجعون سيد أبا عبد الله نقف هذا المنقف بأزاهة المواقف التي حصلت بعد وقاعة الطف التي تمثلت باستشهادك الكبير واستشهاد أخوتك والثل المؤمنة التي كانت من حولك ونالوا رضا الله سبحانه وتعالى بوفاهم لإمام زمانهم ونالهم الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى بطاعتهم لإمام زمانهم عليه السلام الحسين عليه السلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفينا بعض ما يتعلق بمواقف عشراء أن أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ننتهج بسيرة أهل البيت عليهم أفضل صلى الله عليه السلام أن أسأله سبحانه وتعالى لزقنا زيارة حسين إمام حسين في الدنيا والشفاعة في الآخرة وآخرة دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام على الحسين السلام على عالبين حسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين اللهم صلي على محمد وآله اشتركوا في القناة